من حديث قضب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أو قال كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء وفي رواية كان يستعيذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء وفي هذا الحديث بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله تبارك وتعالى من منكرات الأخلاق والمسلم عليه أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام بأن يدعو الله تبارك وتعالى وقد قال العلماء هذا الحديث فيه تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة من بعده فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستعيذ بالله والاستعاذة هي الالتجاء والاحتماء بالله تبارك وتعالى فالزول إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي يلتج ويحتمي بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم والقرآن ذكر ذلك ربنا يقول في صورة الناس قل أعوذ بربي الناس والإنسان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذه الشرور وفي الجاهلية زمان في الجاهلية زي ما عندنا الليلة في القباب بعض الناس يقول يا بشملة أنا في حواك ويفرك أنا في حواك ويا بقرون أنا في حواك ويا ودبذر أنا في حواك يعني باحتمي بك وبالتجي إليك من المصائب الجائنة إذا ما تتخيل لما تلقى في العربية كاتبين أنا في حواك يا فلان معناته أنا في حمايتك وبطب الحماية من صاحب القبة وصاحب الضريح ولا الطاغوت الكذب في العربية وذا لا يشغل المشركين زمان ربنا قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا زمان في ناس لما ننزل في الوادي لما ننزل يكونوا مسافرين بالليل والوطى تظلم بيقولوا نعوذ بكبير هذا الوادي من سفهائه من سفهائه هذا الوادي يعني بيستعيذ بالجن الكبير من السفه الصغار ربنا قال فزادوهم رهقا أي قلق وخوف ولم يكونوا في رحم فده حاصل فالإنسان يستعيذ بالله تبارك وتعالى وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يقول اللهم جنبني والاجتناب والابتعاد يسأل الله عز وجل إنه يجنبه منكرات الأخلاق شوف منكرات الأخلاق من أعظم المنكرات في الأخلاق وفي كل شيء الشرك بالله تبارك وتعالى ده أكبر منكر ما في منكر أكبر منه يعني لو فيه زوال شايفه عليه مثلا مهدب ويصل الرحم ويعني يتصدق وغير من الأعمال الصالحة لكن معلق حجاب ده ما من الدين في شيء والله إلى أنه مشرك بالله تبارك وتعالى ولا زوال تلقاه يعني بيعمل الحاجات دي كلها وبيعتقد في الشيخ إنه بيد الجنة زي ما أقال ليك ده ما أسمعي تعبد الرحمة الزريمة في قصيته في مدح الكباشي قال كم أدى طفل غير مس وتفل إنت فهم الموضوع ده كيف ولا نشرح لك قال لك لا بيهبش المرأة ولا بيصالة من غير مس وتفل لا بيهبش كده ولا كده بيعملها بس طوالي يعني المرأة كم فتحة البلوتوس ولا فتحة الشر هذا هو الشغل الذي تبقى كثيرا ده يقول له إجرام ساي ده ما بخوش إلا عليه عقول زول صوفي درويج مخو مطبول والمفتاح عند الشيخ والله ياخي يديهم كيف وعنده حوش عنده حوش بتاع شفها يعني خاتم في مخزن واحد قال والله يا ابونا الشيخ ده رفع كمه كذي والله الشفع ما لهم حد يا زول ده كمه الله صيوان ده يا ناس دي العقايدة الآن يقول لك كم أدى طفل غير مس وتفل كباشي وما بدي ولا شفت نص شاء يا أخي شعر الشافع ما بدي لا الكباشي لا البرع المدعو كله ما بدي أي حاج ربنا قسم في القرآن في صورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء دمنه الله ولا الكباشي ده الله وما تخاف يا زول ما تخاف إذا قال لك الكباشي بدي جاءنا أقول لك الزاب ما بدي ربنا قال أنا بدي والكباشي كيف يكون بدي الشغل الذي حقت الله زكريا عليه السلام نبي كريم ما قد ردي نفسه الجنة تاني يجي واحد يعني أقل بل ومن ممن يدعو إلى الشرك صراحة يقول لك أنا بدي ما بتدي يا زول ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء الله بيخلق الدائر يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة يعني الامرار بعدين لو خطوا عليك مش لو اجتمع الكباشي لو جا كل بطعينة صوفية البورع والكباشي وبقرون والبدر والفركة وبضرع الحديد والدعويس قالوا القلبة الغنمية تيس وما قلبة وده قالوا لهسلم يا ولد اهو ده القلبة البيت ولد بيت حلاوول وابتكر تقريبا يا كذاب يا مفتري ده كله لعب ساي والله لعب ساي وربنا قال اتحداهم في آية في صورة الحج ربنا قال يا أيها الناس ضريب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله شوف دون الله دي جات مفتوحة الكباشي غيره غيره ربنا قال لك لن يخلقوا ذبابا إذا قال لك الكباشي بالدجانة قل لهك دخل لي يخلق ضبانة ضبانة واحدة ضبانة الخذر دي وما بيقدر على الضبانة دي ما بيقدر يخلقهم لأن ربنا قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو اتكاتفوا كلهم الجوة والبر الفي الزرايب والفي الشكريبة والفي الزريبة والفي المرحي وفي مضو كلهم لو اتلموا عشان يخلقوا ضبانة ما بيقدروا نتحدي نتحدي من ربنا قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ربنا عشان يبين ضعف هؤلاء قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنغذوه منه ضعف الطالب والمطلوب الزوالة جالي الشيخ والزوالة الدائر من الشيخ أو الشيخ كلهم ضعفة ما يستطيعوا يخلقوا ذبابا جنح ضبانة ما يقدر يخلقوا بقى لك جنة كاملة وطول عرب انتم بتلعبوا على منوية صوفية بتلعبوا بيضغوشوا في منوه إلا الضعفة إلا الضعفة ونحن في هذه الأماكن نبين أن هؤلاء دعاة ضلال ودعاة شرك بالله تبارك وتعالى فالنبي عليه الصلاة والسلام يستعيد اللهم اللهم جنبني منكرات الأخلاق واكبر المنكرات الشرك بالله تبارك وتعالى أن يجعل الإنسان لله ندا في الدعاء وفي الرجاء وفي الخوف وفي الحلف وفي الاستغاثة والاستعانة وغيرها من الأمور منكرات الأخلاق والأعمال الأعمال الظاهرة والباطنة وأعمال القلوب كالنفاق والشرك والرياء والحسد دي كل أمراض الإنسان يسأل الله ويستعيد بالله عز وجل منها دي أمراض بطاعة القلوب وفي أمراض زي ما قال ربنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله دي المحبة الشركية يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء الأهواء الهوى المذموم والإنسان يستعيد بالله عز وجل من الهوى ربنا يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ربنا قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل يعني زلت الدول الآيات والأحاديث والبراهين الواضحة تقول له الله قال نادو براو يقول لك لا أبونا البرع قال إنا بخض في البلاد نزيله قل يا ولي الله اسماعيل ده تأكد تماما ده أقل من أي غنماء يدف في هذا السوق ده أقل لأنه الغنماء يعرف ربه وده ما عارف ربه قال إنه بخض في البلاد نزيله قل يا ولي الله اسماعيل الخريفة الفادة قبة اسماعيل الولي مش وقعت في رأسه اتكومت في رأسه قل لا القبة ليه اسماعيل الولي ما سبت وليه ما يعني الزولة كان حارسية والقبة قبل أيام برضو قبل كم سنة قتلاه جنبه إبراهيم ده اسماعيل الولي لا رفسوا بإقراعه ولا وداه شلوت ولا نفخوا ولا عمل لأي حاجة أها أبوك اسماعيل الولي داعش يعني وقال زوله قتلا جنبه ولا قدرعم لأي حاجة أصبع ما حركه طيب إذا جاءت مصيبة كبيرة في البلد نناديه من دول الله وهو زول الجنبه على بعد متر أو مترين أو متر ونص في رواية نص متر ما نكون قاعد حبس القبة تزعين سنة وما عنده عشرة تزعين سنة حبسك ما تقرأ تعمل له حاجة لا تحميه ولا ده من ضعف من ضعفها هذا وذاك كلهم ضعفة ما يقدروا يعملوا شيء لشان كده الناس عليها يعني المسلم عليه أن يكون فطنا ما تضغش بالأشعار والدلوكة داقة والجماعة يرقصوا في البصات السياحية تلقى الجماعة يحيزوا ليعرضوا وتلقى الجماعة في الحوليات ينقزوا والقصائي الشركية بجابوها لك باللحن والله لو جابوا باللحن ترقص السوق ده كله إلا من رحم الله إنا بخضهم في البلاد نزيلوا قل يا ولي الله يسماعين ده كلام باطل إن جاءت مصيبة الناس تنادي الله لأنه ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشفوا السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون قال الأهواء وإن البدع تحذر البدع كله البدع بدعة الموالد وبدع الخوارج وبدع الأخوان المسلمين وبدع جماعة التبليغ وبدع المتصوفة وبدع كل الأحزاب المبتدعة تبعد بعيد خليك مع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح بتكون سعيد وبتكون ماشي علي بينه لكن خشيتين حزب ولا أي طريقة ولا أي جماعة بتتورط بتلقى نفسك في ضلال وبتدافع عن الباطل وبتدافع عن المنكر وما عندك برهان ولا حجة ألا لأي صوفي تلقى ويدافع عن طريقته المنتملة بتاع القادرية القادر يعني الزول المنتملة للطريقة القادرية لو قلت شيخ الطريقة القادرية في الكتاب ده قال قال أنا الواحد الفرض الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة بيقول لك لا إنت ما فهم كلامه والشيخ مستحيل يقول كلام زي ذا ياهود الكتاب قاعد اسمه الفيوضات الربانية في الأوراد والمآثرة القادرية ده قال أنا الله عديل كده وبعد ده في ناس بدافعه يا زول ده زيه زي فرعون واحد والله إذا زي فرعون واحد فرعون ادعى الربوبية وده زاته قال أنا الواحد الفرض الكبير بذاته شخص ما يقول لك لا هو ما قاصد كده لا قاصد قال أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن كما يعرفون حقيقة قال والله أنا كما قالوا لا يقول ما كانت كلمت قال أنا الله وخلاص دي خجلان عليها ودخل لحاجة عشان كده الإنسان يستعيد ويبتعد من هذه الأهواء والبدع والله البدع أحب إلى إبليس من المعصية لأنه أي صاحب بدع بيشوف نفسه على دين وما بيشوف نفسه عليه باطل عمشي لك لأي واحد بيرقص في النوبة قل له يا مولانا الشغل ده ما بجوز في الشريعة الإسلامية وده ما ذكر يقول لك ها الزكر كمان عندكم فيه ورأي يا زوني حم نذكر في الله بيقول لا إله إلا الله ويا حي يا غيوم وفات تمتم يا زوني ما ذكر ما ذكر ولا أي حاجة ده جنباز فنون شعبية غير وسمي أي حاجة لكن ده ما ذكر ذكر بيدلوك ما فيه في الشريعة الإسلامية الواحد فايته فيه ورقصه في حفلة اجي يرقص فيه الحوالي والله العظيم شاهدنا فيديوهات وإن شاء الله في الأيامة الجاية تشوفها رايب ومصائب صوفية الزرائب تشوف العجب العجاب الرقيص يا زوني حق والله النسوان يخجل نرقص الرقيص زي ده زوني بيرقص بيرقص في الحوالي بيصلبه وبرقص بيرقبته زي المرة يقول لك ده دين يا ناس ده يعتو دين ده لاقاكم دين زون يرقص بيصلبه يقول لك ده زيكر ده يعتو زيكر ده يا صوفية ورنونا ده كله إجرام والجماعة عندهم قنوات بيروجه للباطل ده وقد أنكر طائفة الزكر بيدلوك أيوة أنكرنا الزكر بيدلوك وما عندك دليل على الزكر بيدلوك يا صوفي ببتكر تجيب دليل ربنا واحد قال ليه دليلك شنو على النوبة قال ربنا قال وأني بو بو واحد ثاني قال قال ربنا قال وإذا نقر في الناقور يا زل ما في أي دليل على الدلوك لكن زي ما قال ربنا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ربنا قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا يا ناس والله يشوفوا وأنا بكرنا الكلام ده كثير ما عندنا سوسة نخرت الشعب السوداني وخربت عقائده زي الصوفية أبدا ما فيه والله ما في سوسة وضيعت البلد دي وخلت العيش بإجناء وبجالون البنزين بخمسين جناء زي العقائد بتاعت الصوفية دي يا اخي ناس ما ما عارفين يعني ربهم الخلقهم يقول لك الشيوخ بنزل المطرة يقول لك الشيوخ بيعلموا الغيب الشيوخ بالدجنة الشيوخ بيصرفوا في الكون الخنجر قال الشيوخ بنزل المطرة قلنا لهم لا تنزل المطرة بس نزلوا العيش ده نزلوا يعيش عيش على حسب الطلب دايري عيشة طويلة عيشة مدورة نزل يا الخنجر كلم شيوخك خلي نزلوا عيش ما قلت بنزلوا المطر في السماء يا كذاب يا مفتري خلي نزل عيش بيقدر ما بيقدر لكن دي عقايد بدعوا ليه وما خجلان منها أوعك تخجل من محاربة هؤلاء أوعك تخجل من دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى والله دي مهمة عظيمة اصطفى الله تبارك وتعالى لها الأنبياء فدعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى ووجدوا ما وجدوا في سبيل ذلك من الأذى بل منهم من قتل في سبيل التوحيد ومنهم من شتم ومنهم من ضرب ومنهم من كذب ومنهم من يأتي يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي النبي وليس معه أحد دب خلينا يصموا مطمئنين مش كان شتمت وكان قدت ولفقت التهم يا زوالنحم ندعو لتوحيد الله تبارك وتعالى ولا ندعو إلى حزب ولا إلى طائفة ولا إلى جماعة ولا دائرين تصوّد لنا في انتخابات ولا عندنا جماعة ولا عندنا تسجيل ولا عندنا يعني مجلس بتاع شورة ولا مجلس بتاع ما عارف دي كل ما عندنا دعاة إلى الله تبارك وتعالى ونغتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء زول يستعيد من الله عز وجل من هذه الأمور المهلكة التي تهلك القلوب والأبدان فالإنسان يستعيد من الله عز وجل ومن أراد أن يستذيد من هذه الأدعية فعليه أن يراجع الأدب المفرد باب الدعاء للإمام البخاري عليه رحمة الله ففيه أدعية كثيرة نافعة صححها علامة الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله فالإنسان عليه أن يتأسى ويغتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في دعائه وفي كل شؤونه شوف لو تابعت السنة دي بتكون مرتاح مما تصحى من النوم عندك أذكار بتقوله طلعت من البيت عندك ذكر بتقوله جيد خشي البيت عندك ذكر بتقوله لا خشيت المسجد في ذكر طلعت من المسجد في ذكر خشيت السوق في ذكر طلعت من الحمام في ذكر خشيت الحمام في ذكر شفت الهلال في ذكر سمعت ديك بكوارك بصيح في ذكر تقوله سمعت حمار بهنك والحمير ما أكتره حمير حيوانات وحمير فنانين يا أخي قبل أيام جنبنا واحد يهنك الليل كله قال لي عديلة يا بيضة يا ملايكة سيرهم أقولت له والله يسأل فيما يسير ما أخلي ملايكة يا مجرم واحد تاني بغادي بغني قال لا حرامي القلوب تلب البيض بيتغني فنانة قالت حرامي القلوب تلب تلب علي بالراحة وخلى بيناتنا ما في مساحة هذا ما قطش أغلته حديث تترعب علينا ولا شنو قال تلب علي بالراحة وخلى بيناتنا ما في مساحة ده على مستوى الأحياء وده غير الجماعة التانين زي الفنانين الكبار يقول لك ده الكبار ومكبار في قلة الهدب قال أبو يا الشيخ العبيد ودريا يا البادراب بنية بنية يا الشيخ سلمان ود العواضية مشرك بالله عز وجل ومبارح برضو راكب في حافلة ما اجعل البيت سمعت اسمه وده بتاع حلالي ده قال لا نادولي الشيخ اقرالي يا أسين اقرالي يا وراد حالتي من ده الرياد باقي زي الطين إن شاء الله والثلاثة الطين عيشتك يا مجرم قلت للسواق ما عندك حاجة غير الشيخ الغنية الشركية ده عليك الله جبلانا الرياضية ولا أي حاجة ده شنو ده خيابة وشيرك وكله المهم اشتغل كثيرا الناس تكسف الجهود في محاربة الشيرك والبدع والمعاصي والشيرك بيقى في الغنة ذاته زماني حابي نقول في القصائد الشيرك بيقى في الغنة جماعة ناس ناس غبار وناس منوما عارف عندهم شيركيات برضو الناس تحزروا والله أعلم